كنا شرحنا كل اللي مضي وصلنا هلأ لهيدا البارت اللي هي لسون تروى تعالي شوف باللسون تروى طبعاً شو بدي من الكلمات أنا اللي بدي أشرحه بدي أرجع أذكر يا أسمى الرياضات كتير مهم أنه نعرف إذا هي مذكر ولا مؤنس مش بينفع أني أترك الرياضات من دون ما أعرف إذا هي مذكر ولا مؤنس طيب هوني كيف أنا فيني جاوب بوي أو سي طبعاً نحن لما حدا بيسألني أي سؤال فسؤالي لو كان هو yes or no question يعني سؤال عادي فأنا فيني جاوب أو بوي أو بي نو أو بي سي طيب متى بنشوف السي هلأ الوي والنو أمر طبيعي بسألك مثلاً والله أكلتي تشوكليت اليوم يا أسمى بتقولي لي يا وي يا نعم يا لأ طيب بقولك ذهبتي اليوم للسوق بتقولي لي ايه أو لا بينما السي هي معناها وي يعني السي بتعني positive side أوكي positive answer بس متى بنشوف هاي دي السي فقط لو كان السؤال بصيغة النيجاتيف يعني بصيغة النفي دكار فإذا لو أنا سؤلت السؤال بصيغة الإثبات رح يكون جوابي أو وي أو نو لو سألوني السؤال بصيغة النفي يعني السؤال فيو نفي فالوي بدل ما نقول وي رح نقول سي أما النوم فرح تبقى نوم وأظن هاي دي انت بتعرفيها مني طبعاً فارب دووار هاي ده البر بلي هو بيعني يجب أو يلزم جوا فار دو سبور يعني أنه يجب أني أعمل رياضة تدوى الليه أو مرشي يجب أنك تذهب إلى السوق ونو دوون مانجي بكو دو فياند لازم ناكل يجب أنه ناكل كتير لحما يبقى دوى هو وي بارب يجب طيب بعد البرب دوى أو دووار بتصريفو رح نلاقي دايماً فعل بشو بالانفينيتيف يعني بالمصدر طيب ليه؟ لأنه دوى هو فارب فلما بدي يجي وراء فارب تاني فالفارب التاني أكيد لازم يكون بالمصدر صح ولا لا؟ اه تمام يبقى فارب دووار لما بحط فارب بوار وبيجي وراء الفرب اللي رح يجي وراء رح يكون بالمصدر هلأ نفس الشي لو كان عندي الفو الفو برضو هو فعل ولكن هو فعل غير شخصي كمان الفو منقول كمان يجب ولكن هي تصرف فقط مع إيل يعني ما بينيقول جفو تفو الفو لا لا هي دايماً بتجي الفو بهذا الشكل فدايماً لما بتجي فو رح اطوراها مصدر هلأ شو اللي بيشبه البر بوار ليجيب عندي الفو عندي لما أنا بعطي أمر عندي أتر أبليجي دوي يعني أنا مجبر إنه أبليجي أأجبر حدا أو يلزم حدا بشي وأفوار تيا يعني أنت لديك السلام عليكم يا سلمة كيفك؟ سلمة بتسمعيني؟ الحمد لله يا مسكوين أوكي حبيبتي أهلاً وسهلاً سلمة كده عمد الفرب دو بوار هيدا تصريفه الفرب دو بوار بيعني يجب فبس تتحطي يجب فوراها إذا إجا فعل رح يكون الفعل بالمصدر ليش؟ لأنه أنا عندي فرب أول وهيدا الفرب الثاني فلهيك بحطه بالمصدر أوكي؟ هلأ شو اللي يساوي يجب عندي الفو برضو يجب ويجي وراها مصدر في نئة أمر شخص فبيكون أنا قصدي أنه يجب أنك تفعل هايك قاتل أوبليجي دو أنت مجبر أنه تفعل يا أوبليجي دو فارتي دو بوار أوبليجي أه ممكن أفار م دو بوار ببايا بيجبرني أني أعمل فرودي وأفوار دو بوار فلما بقول أنت عندك فروض للعمل هذا يبيعني أنه يجب أنك تعمل فروضك طبعا للأسف صرت شكلي عايدة ثلاث مرات لأنه هلأ فاتت جمعنا سويني جماعة سويني أوكي رجعت طلعي تمام سلمة بدي بس خبرك شغلة لما السؤال بيكون عادي ما فيه نفيه بجاوب أو بوي أو بنوي يعني بنعم أو بكلا ولكن لما السؤال بيكون فيه أدوات نفيه فبدل الوي رح نحط سي وطبعا النوم بتبقى زي ما هي تمام سلمة طيب كل العبارات هول يا صبايا يعني شو رأيك شو فكرتك شو رأيك انت مع أو ضد شو بتفكر شو رأيك كل هول امون أفو هول كلمات هيدولي أسئلة عن الرأي وهيدولي أجوبة بيجيبوا أنو أنا برأي أنا من وجهة نظري انا ارى انا افكر انا اجد تمام يبقى كلهم سؤال عن الرأي والجواب عم بيكون انا برأي تمام طبعا كلمة ساتودي وسافودي لانا لما بدي اقترح اقتراح على حدا معين يعني بدي اقترح عليكم مثلا انه نلعب لعبة لنقول بعد الدرس تمام بقول يا اما ساتودي يا سافودي للتعبير عن الاقتراح فيني اقول استخدم الفتور بالامر هل بدك تروح انا بدعوك لنروح السلام عليكم يا جمانا سامعتيني تمام يا جمانا جمانا رح ارجع عيد بس بسرعة شو انا شرحته بهذا الوقت ياريت بس تركزي شوي معي اوكي اول شي قلت لأسمى انه كل الكلمات الرياضات لازم تكونوا حافظينهم اذا هم مذكر ولا مؤنس لانه كتير مهم هاي شغلة شغلة تانية لما بيكون في عندي سؤال يا جمانا بصيغة طبيعية فبيكون الجواب يا ويا نوي يعني نعم او كلا اما لو السؤال فيه ادوات النفي فبدل الوي رح حط سي وانه رح تبقانو زي ما هي طبعا عندي الفرب دفوار ستأتي ديه دفوار بيعني يجب ولما بيجي له ذرب دفوار وراه رح يجي مصدر لو كان اللي وراه فعل لان هو فعل اول والفعل التاني طبعا رح يكون بالمصدر متل ما بنعرف تمام يساوي الفرب دفوار عندي الفو يعني يجب فين يأمر فبكون انا بقلو يلا قوم عمول كذا فيجب اتر اوبليجي دو انت مجبر انو اوبليجي ايجبرني انو ويأفوار انت عندك كذا فانت مجبر انو طبعا هول العبارات بتشبه بعضها كلها وهون كنا عم نقول يا جمانا انو هاي المجموعة من الاسئلة كلها بتاعني شو رأيك اما هايدي فبرأيي انا بجد بفكر من وجهة نظري انا مع او انا ضد فاذا هوني كرميل انا افهم عن الابينيون احفظوا هول الكلمتين ابي وابينيون هول اتنين كلمات بيعنوا رأي ولكن ابي هي كلمة مذكرة اوكي اما الابينيون هي مؤنسة فحنا ما فيه نقول اون اوبينيون رح نقول الابينيون ولكن هي مؤنسة تمام فاذا كاليفو ترافي كاليفو ترافي كاليفو ترافي كاليفو ترافي كاليفو ترافي احمد او امن من 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 whose opinion كاليفو ترافي او اجد انا ا所 vai انا ما انا ضد اما هايدي المؤنسة من الابين نحنا فيه بيكونا عم يكطرح هذا علينا انه نرجح مكان معين او نفعل شي فالاقتراح بيكون بي هاي bi relay هالكم طريق اي لحفر جزوا اول شي كلمات سا ت PUDI او سا ولي لما حدا بيقلكم ساتردي أو سافودي فأو وعوه عم يقترح عليكم شي لما بتشوفوا الفعل الأمر مع النو من دون نو طبعا لما بيسألك بدك تروح جاي عبيلك تروح أنا عايزمك لا تروح هول كلهم بيعنوا اقتراح للذهاب لمكان معين طبعا طبعا للاقتراح رايكون فيه جواب إما بالقبول أو بالرفض فالقبول يعني أكسبتي شو يعني قبول؟ أكسبتي أما الرفض فهو رفوزي طيب القبول هتليقوا كلمة ستوبون إده وي جو في بيان ست سوپر سا سمپا ووي وي وي سا مفى بلازير دكور بيان سور ست جنيال افك بلازير كل هاي دول العبارات بتعني انه يس ام اوكي يعني ام ان سوري هاي دول ام ان يعني أنا بروح أما لما بدي ارفض يعني رفوزي فا بقول نا سن مدير نون سن مدير يان ما بيعني لشاي دزولي آسف لا أستطيع نون جو نفا ما بدي نون مرسي كلا شكرا بدكر غير موافق نون جو بريفير لا أنا أفضل وهون بيكون تم الرفض على الاقتراح اللي اقترحوا لي طبعا هاي دول جماعة ما فيهم رولز اكتر ما انه نحن لازم نتعود انه بس نشوفهم ونكون فهمينين معانيهم اوكي فلهيك رح قطي عنهم ورح نكمل للسن اللي بعده هدا عنده اي سؤال صبايا طبعا الكلمات ما حوقف عليهم بذكركم هون البيراميد أليمونتار يعني الاهرام الهرام الغذائي فبالهرام الغذائي رح نشوف اشكال متنوعة من الاكل رح نلاقي من تحت بوصون يعني مشروبات طبعا البوصون بيختلف من العصائر للماء للكافي القهوة للبوصون جازاز يعني المشروبات الغذية ثاني واحدة بعد البوصون يعني كل مشتقات الخبز والقمح فعنا الماييس الدرة لانتي العدس بات ماكارونا بان خبز نطلع شوي عندي الليجيوم والفروي يعني الخضروات والفواكه سلات والبيض هاو دي كلهم منتجات اللحمة وطبعا معهم منتجات الأسماك اللحمة الشو بيقولولو هايدا السجوء القاف البيض والبوصون ماتياري جراس يعني مواد ضهنية مثل الزيت والبار الزبدة وآخر الشي سكر يعني كل شي اللي علاقة بالسكر ومثل الشوكولات والقاتو والمربا إلى آخره تمام طبعا هوني بالبيراميد الهرم الصناعي بيقولولكن اندوى سويفر لابراميد اليمانتر بور عريف على مديراتي بلا منكلابسي سواء اوكي فهوني لازم نتبعه ولكن مودرسيون يعني بطريقة يعني فيها نوع من الاعتدال بالاكل اوكي يجب يجب ارتباع رشاد بهدف الحصول للاعتدال مودرسيون نعتدال ردويت دو هوني سون با بون بور لازم نعرف انو المأكلات المنفو هني مش منح للصحة اما اللي تحت فهني منح للصحة با با سون بون بور لازم سوف لسودا اي لكافي ما عدا السودا ولكافي طبعا هون اذا بتتذكروا قلنا انو لو انا المقسم هوني هاي دا نفسو زيت اللي موجود فما رح ارجع اقرأو صدنا منعرف هون نحطن مثلا الياقورت بالأجبان والقلبان البر بالماتيار يعني بالدوون البولي بالفياند الرز بال البرودويت سيراليه واللانتي بالبرودويت سيراليه السوسيسون باللحم الفراز بالفرويق اللجوم سودا بالمشروبات فروماج باللاتيه التاب بالمشروبات كونفيتور بالسكر كورجات بالليجوم والفرويق ميل بالسكر والويل بالماتيار شباب صبايا او صبايا بالأحرى يلي فيكن بحس انه هو بينسى المأكلات ياريت يرجع يراجعون تمام ومعانيهم اكيد بالعربي طبعا وصلنا هون على تصريف ثلاث افعال وهم الافعال اللي نحنا منستخدمهم بالتكلم عن المأكلات يعني انا لما بديقول انا باكل انا بتناول انا بشرب فانا بستعدي من ثلاث افعال ما في غيرهم مانجي بوار وبراندر طبعا مانجي هو كتير سهل كتصريف لانه من افعال المجموعة الاولى وبالتالي كل اللي علي اني اعمله راح حط مع جو ا مع تو اس مع ال ال ا مع نو او ان اس مع بو ازاد ومع ال او ال او ان ت اما ال verب بوار يشرب و ال verب prendre فهما مختلفين عن المانجي لأنه ما بياخد اي ار هيدا ال verب بياخد ار اي يعني المجموعة التالتي و هيدا ار اي فإذا المجموعة التالتي فانحنا لازم انكون حفظين هيدا ال verب جو بو اس تو بو اس ال بو ت نو بوفون شلنا الوا حتى اينا في صارت بوفون و بوفي شلنا الوا حتى اينا في صارت بوفي و اخر واحدة من ردة بواذ هوني prendي اس prendي اس prendي prenو باشي لدل اللي كانت هون و او انت طبعا هاو دي الافعال انا ما فيني اعمل شي غير الكون بليز احفظ هون تمام وصلنا هلا على ادوات التجزيئة طبعا ادوات التجزيئة يا صبو ايه هبذكركم انه ادوات التجزيئة هن الادوات اللي انا بستخدمهم للتكلم عن شو اكلت او شو شربت او الاخير يعني هم نستخدمهم بالمأكولات والمشروبات طبعا هم هم اربعة متل ما نكون شايفين دي مذكر مفرد دي لا مؤنث مفرد دي الابوستروف مذكر ومؤنث ولكن يبدأ بفاول ودي للجمع اللي لازم تعرفو انه والادوات كلن لو اجت عندي جملة منفية رح يتحولوا لدو او دي ابوستروف متل ما نكون شايفين كانت دو صارت دو كانت دي صارت دي ابوستروف اوكي يبقى ادوات التجزيئة كلها رح يتحول لدو ودي ابوستروف لو صدفنا جملة منفية خير بعدين بعدين لو انا كان عندي دي فروي واجيت وحبيت حط صفة قبل كلمة دي فروي والبون وال ما بعرف اي كلمة اللي علاقة بالفواكه فهون لما بتلاقي وفي صفة قبل الاسم الدي رح تتحول برضو لدو برجعوا بعيد لما انا بكون بتكلم عن شيء معين عمقول مثلا دي بانان بتكلم عن الموز وبقول دي بانان جمانج دي بانان واجعبالي او غيرت الجملة وحطيت بدي حط هون صفة فحطيت دي جون بانان جون يعني صفر لونهم أصفر اوكي فما بأخلي دي بحولها لدو اذا دايما لما بيكون في عندي صفة ووراها اسم بدل دي رح تصير دو واضح صبايا سلم 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 جمان سفا تمام بيقولو لكم هون يا جماعة لما بيكون الجملة تمام لما بيكون فيها تيام براندر يعني فعلين والنفي ما وقع على الفعل براندر الفعل الأساسي وقع على الفعل التاني هون ما منغير الأداة برجعوا بعيد ايام بتكون الجملة مألفة من فعلين ولما أنا بدي ايجي وحط النفي بحطه قدام الفعل المصرف ما بحطه قدام الفعل غير المصرف طيب هو الجملة تيام براندر دي ليلو ماتن يعني انت بتحب تتناول حليب الصباح طب هو هل الفعل الأساسي هو تتناول ولا تحب هو أكيد تتناول طيب النفي ايجا مع أو حب بما انه ما ايجا مع الفعل الأساسي يلي هو براندر ما ايجا معه فإذا أداة التجزئة رح تبقى زي ما هي مش رح تتغير حتى لو كانت الجملة منفية حس انه في ناس ما فهموا هيدا البارت رح أرجع عيد لما بيكون في عندي جملة وهيدا الجملة فيها فعلين فعل أساسي بالجملة وفعل مش أساسي مثل الجملة اللي قدامكن تيام براندر لليديو ماتن انت بتحب تتناول حليب الصباح طيب مين الأساسي طبعا الأساسي هو براندر يتناول لأنه بتكلم أنا عن الحليب ولكن أنا لما بدي حط نوبا رح تيجي قبل وبعد الفعل المصرف يلي هو أم طب بهي الحال النفي وقع على براندر الفعل الأساسي ولا وقع على الفعل السنوي وقع على الفعل السنوي ما أرب على الفعل الأساسي لذلك أداة التجزئة رح تبقى زي ما هي وما رح تتغير لدو ودي أبوستروف سلمة فهمت يا هيدي الفكرة ولا لا 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 مستميم فهمت جمانة أين تمامي وأسمى تمامي أسمى تمام كلمة يا أورت يا جماعة بتقولولي إنه هي بتبدأ يا تيتشر بي وي هي من الفاول نحنا بنعرف هالشي مظبوط ولكن كلمة يا أورت مثل إذا بتتذكروا اليوغا والهندبول هول الرياضات اللي نحنا بدأنا فيهم ما حطينا الأبوستروف نفس الشي بالنسبة للأي أور رح تبدأ بأداة التجزئة دو رح تيجي قدام دو وليس دو الأبوستروف يعني اعتبروها شوازع من القاعدة بعض أوقات بيجي آو وقين أدوات النكرة للدلالة على العدد تمام أما أفعال الميول فأنا بعضهم تماما بحط ل أداة المعرفة وبعض الأوقات ممكن يجي كمان اسم الإشارة ولكن أكتر الأوقات هو أداة المعرفة تمام بس في أوقات يجي أداة إشارة منه غلط وهيك منكم خلصنا هذا الدرس طبعا ما ننسى كلمات الأسئلة كسكو ماذا كل أي بس أنا بدي حاول خلص اليوم مشان أقدر الأسبوع الجاي تكون عندكم حصة تختاروا أنتو النهار الفاضي عندكم تنعمل الإكتبار أوكي وصلنا لهون طبعا شو بدي بالكلمات وصلنا على إذا بتعرفوا شو بيقولوا لنهولي أقسام السوبر ماركت طبعا أقسام السوبر ماركت عندي قسم خاص بالبسكويت والشوكولات وكل الشيء اللي عليه بالسكريات عندي مكان للرز والمعكارونا والخضرة المجففة عندي مكان للمخبوزات عندي مكان مخصص للعصائر عندي مكان برضو مخصص للزيوت لللحوم للبرودويلة تيه منتجات الألبان للبرودويلة للأمار يعني منتجات البحر وآخر واحدة مكان مخصص للفروي والليجوم تمام؟ طبعا هون بيصيروا بيسألوكن لو بدكن انتو مثلا باقات طبعا نحنا بنعرف انو باقات خبز فنحنا وين حنروح؟ عنروح على ف إذن هايدي الصفحة يا جماعة لازم تحفظوا على القليلة كلمة شو كل قسم اسمه يعني وشغلة أو شغلتين بتواجدوا فيه لو انتو عندكن مشكلة بالمأكلات تمام؟ يبقى هايدي البارت برجعب السوبرماركت لأنو بيجيكن جملة بيقولولكن الشغلة الفلانية موجودة بأي قسم فأنتو لازم تكونوا حافظين عنوين الأقسام مع شغلة أو شغلتين أو تلاتة موجودين بكل قسم تمام؟ لأنو بيجي اجزرسيس ممكن يجي اجزرسيس مثل هايديا يقولولكن مثلا بتكون تشتروا بنان وورانج وين بتروحوا فأنتو إذا ما بتعرفوا اسم الجزء أو القسم يلي فيه بنان وورانج ما رح تعرفوا تتبقوا الجواب طبعا هلأ هون بيقولولكن الضمير الشخصي نستخدم الضمير الشخصي يعني يحل محل مفعول مباشر مسبوك بأداة نتيرة أداة جزء تجزئة عدد أو كمية يعني بعض الأوقات بيكون في عندكن مفعول مباشر المفعول مباشر رح أذكركن هو المفعول هو الاسم يلي بيجي مباشرة بعد الفعل ما في فاصل بينه وبين الفعل أبدا هيدا مفعول المباشر هلأ المفعول المباشر يلي بيجي قبله أداة نكرة يعني هنه آن دي أداة دجزئة ديو دي لا دي الأبوستروف و دي عدد أو كمية آن دي تروى أو الكميات مثل هول تمام بهالحالة نحنا منشيل الكلمة ومنحط بحلة الضمير آن بحل محلة الضمير آن و طبعا لو تذكرنا أنا و إياكم شوي رح نعرف أنه الآن تيجي قبل الفعل هيدا بيكون هيدا بيكون الفعل هون و بتيجي الآن قبله يبقى برجاء و بعيد المفعول المباشر اللي بيبدأ بأداة نكرة أداة تجزئة عدد أو كمية رح نستخدم بداله المفعول أو الحرف الجر آن و رح يجي قبل الفعل مباشرة داكور هيدا كتير مهمة جماعة أوكي لأنه لازم يجي إجزرسيس لو علاقة بضمائر المفعول طبعا رح هون رح نوقف شوي لنشوف كيف بتصير الجمل شوفوا معي أول جملة أول جملة فابيان لي الرومان يعني فابيان بيقرأ قصة طبعا اطلعت أنا كلمة رومان رواية يبدأ بآ يلي هو حرف أداة ناكرة نحن قالنا لو يبدأ بأداة ناكرة رح نشيله شو رح نحط محله آن بشيل هاي الكلمة بحط محل آن قبل الفعل وبخلي آن لأنه بدي أعتبر أنه كأنه آن هو واحد يعني عدد فبالتالي العدد بتركه أما بالنفي لو أنا الجملة نفسها حبيت أني إنفية ما في مشكلة بيجي الأن قبل الأن والبع بعد الفرب أما الأن فبشطبها بالنفي برجع وبعيد لما بيكون عندي جملة مثل الجملة الموجودة بالأول جملة فيها سبجيكت شجي فرب وكمبليمان يعني مفعول المفعول بيبدأ بأداة النكرة ونحن سبقوا قلنا لو المفعول بيبدأ بأداة النكرة يعني أنا بدي حط الضمير أن تمام وين بحط الضمير أن قبل الفعل حلو الكلام بحطه قبل الفعل ولكن بما أنه عندي أن العدد أن يعني العدد واحد فأنا بتركه بالجملة فبتصير إيل أن لي أن لأ كيف صارت إيل أو فابيان أن لي أن طيب لو أنا حبيت نفس الجملة حولها للنكاتيف فورم بالنكاتيف فورم طبعا بدي حط نو وي با النو بتيجي قبل الآن مش قبل الفعل قبل الآن لأن الآن يعتبر أقوى من الفعل فبالتالي بيجذب لعنده النو أما البا فرح توجد بعد الفعل وطبعا هون في كان الآن ما بحطو بالنفي خلص نفس الشي بالنسبة للجملة التانية لك من جملة وتفيد طبعا هول إذا طلعنا بين الفعل وبين المفعول ما في فاصل بيناتهم الفاصل دايما بيكون حرف الجر ما عندي حرف الجر يعني هيدا مفعول مباشر بشتبه وبحط آ محل هلأ طلبوا مني هون جوان فبقول وي إي آ مانج دايما بحط آ قبل الفعل ولو بدي أعملها منفية فرح جيب النو حطة قبل الآن والبا بعد الفير برجع وبذكر بيجي النو قبل الآن لأن الآن أقوى من الفعل فبتجذب لعنده النو أما البا فما بتجذب ها بتدلل بعد الفير داكر ماشي لحد هون يا جامل أعمل 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 سلم جمانا وي أسمى أعمل 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 تمام شوفوا هون ريمي معها اثنين كتب طبعا اثنين كتب بتدل على العداد من الشطبة ونحط مكانة ونحط قبل الفعل ريمي أنا ولكن بخلي الرقم اثنين لأن إحنا قالنا لما منكم نتكلم عن العدد العدد منخلي أما بالنفي نرجع ونقول النو البارح تجذبها نو لمين للأ لأن نحنا قلنا أول ن أبوسترو للأ لأن الأ أقوى من الفعل وأما البارح تجي بعد الأ ولكن الدو خلاص شو طيبت بالنفي ما بتعد موجود تمام عندي الكمية بكو دو أس دو ترو دو بلزيار بلدو موان دو أو دن دو هول كلون كمية فلما بشوفون توماس منج بكو دفروي بشتوبها كلها وبحط ما كان طبعا بتجي وير قبل الفعل ولكن الحرف يلي هو الظرف الكمية رح خليه كأنه عدد بس بالجملة المثبتة لما بنفي خلاص طار يبقى يا جماعة العدد والكمية بنكتبهم بنخليهم بس بالجملة اللي بتكون شو مثبتة أنا حطيتها بالنفي تشتب تمام صبايا نوصل على هيدا التايبل عم بيقولولكن هوني تو منج دفروي طبعا هيدي ناكيرا عطينا الان قبلها ويجيت الان كمان قبل النو لأنه في نو يعني في نفي دي où بيجي الان بين الفعلين بيجي بين الفعلين الفعل المصرف والفعل غير المصرف الان رح يجي بين تهم أما بالنفي فالان وين بيجي بيجي بعد البا لأنه بتيجي النو والبا بتيجي بتحاوت الفعل المصرف لك وبتيجي الان وراه طيب هل يمكنك أن نشعر سودا؟ سودا هي الآي اللي أنا بدي حطه ولكن أنا بجاوب هون وي بوازان هوني هاي أمر هاي دي هون بالأمر فبقرونكم أنه بالأمر المثبت الآي بتجي ورا الفعل مباشرة بس بالأمر المثبت أما لو أنا حطيتها بالنفي فرح ترجع الآي لمكان الأصلي قبل الفعل مثل هون مانج دي لسالات مانج زان اوفر دي بوصون اوفر زان اوكي إذن بالأمر المثبت الآي مرح ينحط ورا الفعل أما بالنفي المثبت عفوا بالنفي للأمر فرح يرجع الآي لمكان الأصلي الأساسي اللي هو قبل الفعل صبايا مين عنده أي سؤال قبل أني أكمل طيب نحن هلأ رح نعمل الإجزرسيس وبالإجزرسيس بزن رح تتوضح الصورة أكتر لو كان أنا عندي عبارة إليا دي لأ أداة ترجزئة فأنا حط أن دايماً الأن بتنوجد بين الواي والأي سواء كانت منفية ولا مثبتة ماشي خليناً نبلش بالإجزرسيز عندي هون الجملة بتقول خليناً نذكركم شوي بهيك إجزرسيس أنا شو بعمل أول شي أنا بتكلم هوني عن لادانس طيب هني حطينا بالأول بس تا يعرفوني علي هني بس أنا أول شي شو بعمل بقرأ الجملة الثانية وبشوف هي وين لازم تكون بعد الجملة الثانية on fait la danse هون tous les mardis طيب on fait la danse la sorry on fait de la danse لأنه في verb faire يبقى بما أنه عندي 2 la danse شو رح اختار لا يا صبايا بما أنه عندي لا هتبقى اي ليش لأنه عندي 2 la danse 2 la يعني أداة تجزئة محل أداة التجزئة للمفعول شو من حاطئا نحن قلنا 3 نكرة عدد تجزئة أربع هم تجزئة وكمية بس ليجوهول الأربع يا جماعة فورا رح حط an طيب دولا هي تجزئة يبقى من حط an هنكمل يلا هلا رح أمشي بارتوردرول رح أمشي بالدور أسمى نو زمو لفروي نو مانجون بكو ماشي مانجون هتبقى دي مانجون دي مصدر بقى لتربية طيب رح دليكي عشاغلية أسمى إسا أهيان ما شفتي بكو انتي ومغام دعيونك هتبتئن ما تفكري تمام يلا جو مانا ليبولي إل أشات دو بور لدجاني برافو عليكي بردو يا جو مانا رح علمك نفس العلومة عندك دو يعني عدد انتي ومغام دعيونك بتختاري الآن يلا يا أسمى سلما اللي بانان مارتا ممت 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 عشان يا مسئل هي آنبودي برافو برافو يا سلما برافو صبا يا هيدا كل التمرين بحيكون هيك بس خلوني فرجيكون واحدة من هول لربما إجايكون هيك شي شوفوا جماعة نمت ممت دو سل دو سل طبعا دو سل بما أنو بلشت بي دو يعني هوني المفروض دا التجزيق يعني حط فأنا بدي حط ولكن وين بحط ان انتبو هوني عندي أنا أمر ولكن أمر منفي بحط الأن قبل الفعل فبتصير نامي با نم بحطه قبل الأمر قبل الفعل عفوان جام بوار دو كوكا عندي فعلين فعل أول فعل تاني لما بيكون في فعلين بحطهم بالنص لحد هون حدا فيكن عنده سؤال ولا تمام هول الثلاثة صبايا تمامي تمام يلي بعدها النيابة دو ريزان سك دو ريزان سك بدي حط أن وتعلمنا نحنا أنه الان تيجي قبل الواي النيانابة النيانابة دايمان بعد الواي لأنه الرادي المفروض أنتو تكونوا الرادي بتعرفوهم كلهم وصلنا على هيدا الناس طبعا أسئلة مش راح أعمل أرقام ياريت تتراجعون كتير منيح 100 200 300 400 500 600 700 800 900 بعدين عندي 100 200 300 القاعدة بهيد الأرقام بتقول أنه لو كان أنا عندي الرقم 100 إذا الرقم 100 سبق بعدد فمنحط له أس وإذا جاء بعده عدد تحزف منه الأس يبقى 100 لما قبله الرقم بحط له الأس ولكن 100 لو إجا ورا رقم فأنا بحزف منه الأس تمام مثل 200 بحط الأس بينما 200 تروائج ورا رقم حزفت الأس أما بالنسبة للعدد ميل لا يضاف له أس عند الجماع أبدا ما منحط للميل الأس للألف ما منحط أبدا أس واضح هنا بدنا نتكلم عن الكميات فأنا لو بتكلم عن العدد يعني رقم عن وحدات الأوزان مثل كيلو ليفر جرام عن العناوين والمقادير لتر جماعة بده يفصل الزوم بس يفصل راع ودخلو تاس دو كوير دو باك دو ترانش دو فهون بكون بك أتكلم عن العبوات والمقادير هون عم أقول لكم لما أنا بدي أتكلم عن قانتة imprecis يعني أعداد غير معروفة أو غير محددة فبالتالي الكمية مع الاسم منحط لن دايماً دو قبل الاسم المراد تحديد كميتو يعني لو إجاف دو فمعنات ها في اسم ورا بأم 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 راح يكون في اسم ورا بوك دو اسم ورا ترو دو اسم ورا بلو اسم ورا موان دو اسم ورا وقت دو في اسم ورا يعني باختصار الدو والد هم بيكونوا مورودين لما بيكون في اسم ورا هم للكلمات